سلام عليكم داخل غرفة العمليات بيكون عندنا 3 انواع رئيسية من التخدير وهم التخدير الموضعي والتخدير النصفي والتخدير الكلي وفي الفيديو ده هنشاهد ازاي بيتم التخدير النصفي قبل البدء في عملية التخدير بنحاول نطمن المريض علشان بيكون خايف جدا خصوصا لو كانت المرة الاولى اللي يدخل فيها غرفة عمليات واول خطوة في التخدير النصفي اننا بنضع المريض في وضع الجلوس مع الانحناء للامام وبنعقم منطقة القطنية بالبتدين الجراحي وبنحدد المكان اللي هندخل فيه بالابرة وبيكون ما بين الفقرة الرابعة والخمسة في منطقة القطنية بعدها بندخل سرينجة بتحتوى على مخدر موضعي وقبل ما اندخل السرينجة بالكامل بنحقن طبقة الجلد من الخارج وبعدها بندخل الابرة في الفراغ اللي ما بين الفقرة الرابعة والخمسة وبنحقن المادة المخدرة وبنحقنها في اكتر من مكان علشان تخدر المنطقة كلها وبعدها بنطلع السرينجا وبندخل إبرة تانية بتكون شبه الكنولة وبندخلها في نفس المكان اللي دخلنا فيه الإبرة الأولى وبنحركها لحد ما توصل للمكان اللي عايزين نحقن فيه والمكان ده بيكون المادة السائلة المحيطة بالنخاع الشوكي لكن ما ينفعش نحقن في النخاع الشوكي وأول ما تبدأ الإبرة تطلع قطرات من السائل كده دكتور التخدير بيعرف إنها وصلت للمكان الصحيح وبيوصل السرينجا اللي بتحتوى على المادة المخدرة وقبل ما يحقن المادة هيسحب المكبس حاجة بسيطة علشان يتأكد أكتر إن السرينجا داخل السائل وبعدها بيحقن المادة المخدرة والتخدير النصفي بيكله مضاعفات هسيبها لكم تحت الفيديو